السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم على تصريحات اللاعب الدولي المغربي نوردين امربط التي قال خلالها ان الحكم الامريكي الذي اذار مباراة اسود الاطلس والبرتغال مارك كيكر طلب قمص النجم البرتغالي كريسيان رونالدو بين الشوطين ونفى الفيفا تصريحة مربط نفيا قاطعا مؤكدا انه اجرى تحريات معمق حيال الموضوع ليتبين للاتحاد عدم صحة الانباء التي اتهمت الحكم الامريكي بطلب قمص ساروخ مادرة وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للعبة نرفض بشدة تلك الادعاءات وان مثل هذا الطلب لم يتم من قبل الحكم واضفت المصدر الحكم لديهم تعليمات واضحة بشأن سلوكهم وطريقة تعاملهم مع جميع منتخبات كأس العالم 2018 ويمكن التأكيد على ان كيكر تصرف بطريقة مهنية ومثالية في ادارة المباراة واختتم الفيفا بيانه بتذكير جامع المنتخبات المشاركة في البطولة بضرورة احترام مبادئ اللعب النظيف يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب الناس E' più tutti edì Il VAR non interviene, il VAR era il tedesco Zweier, non capisco per non interviene perché questo è un chiaro ed evidente errore, forse il motivo potrebbe essere che l'arbitro comunicando con il suo VAR abbia detto ho visto io, ero in posizione ottima per vedere, in effetti aveva tutto il campo libero, ma questo è un errore chiaro, un errore grave dell'arbitro americano perché questo era un calcio di rigore evidentissimo. E' un errore più grande dell'arbitro americano.